الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2، فقد الاتصال بوحدة التحكم في إضافات الوقود، ماذا يعني ذلك؟ هذا هو رمز مشكلة تشخيص عام لنظام الاتصالات ينطبق على معظم طرازات وموديلات المركبات، يعني هذا الرمز أن وحدة التحكم في إضافات الوقود، FACM، ووحدات التحكم الأخرى في السيارة لا تتواصل مع بعضها البعض، تعرف الدائرة الأكثر استخداماً للتواصل معها باتصالات ناقل شبكة منطقة التحكم، أو ببساطة ناقل كان، بدون ناقل كان هذا، لا يمكن لوحدات التحكم تبادل المعلومات، وقد لا تتمكن أداة المسح الضوئي من الحصول على معلومات من السيارة، اعتماداً على الدائرة المتأثرة، يتلقى FACM مدخلات من مجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار، بعضها متصل مباشرة بها، وبعضها يتم إرساله عبر نظام اتصالات الحافلات، تسمح هذه المدخلات للوحدة بتوفير المدخلات اللازمة لام PCM للتحكم في كمية الوقود التي يتم تسليمها إلى المحرك أثناء جميع أوضاع التشغيل، قد تختلف خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها اعتماداً على الشركة المصنعة ونوع نظام الاتصالات وعدد الأسلاك وألوان الأسلاك في نظام الاتصالات، الخطورة والأعراض، الشدة في هذه الحالة تعتمد على النظام، نظراً لأن نظام التحكم في مجموعة نقل الحركة هذا يوفر معلومات تتعلق بالوقود إلى وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة PCM، فإن السلامة تشكل مصدر قلق عند تشخيص هذه الأنظمة، أيضاً السلامة هي مصدر قلق أثناء خدمة هذه الأنظمة كذلك، استشر دائماً معلومات الخدمة قبل تفكيك تشخيص هذه الأنظمة، قد تشمل الأعراض مايلي، قد تتضمن أعراض رمز محرك 0118 مايلي، يبدأ تشغيل المحرك، ولكنه يعمل بشكل سيء، ليشمل، اختلال، تشغيل خشن، أداء ضعيف، الأسباب، عدتاً ما تكون أسباب تعيين هذا الرمز هي، الفتح في دائرة كان بس زائد، فتح في حلبة كان، الدائرة، قصيرة السلطة في أي من حافلات كان، قصير إلى الأرض في دائرة ناقل كان، فتح السلطة أو الأردلام FACM، الأكثر شيوعاً، نادراً، وحدة التحكم الخاطئة، إجراءات التشخيص والإصلاح، تتمثل نقطة البداية الجيدة دائماً في التحقق من نشرات الخدمة الفنية TSB لسيارتك، قد تكون مشكلتك مشكلة معروفة مع إصلاح معروف وضعته الشركة المصنعة ويمكن أن يوفر لك الوقت والمال أثناء التشخيص، أولاً، لاحظ إذا كان هناك أي أكواد أعطال تشخيصية أخرى، إذا كان أي منهم امرضة باتصال الحافلة، أو متعلق بالبطارية، الإشعال، فقم بتشخيصهم أولاً، من المعروف أن التشخيص الخاطئ يحدث إذا قمت بتشخيص رمز 0118 قبل أن يتم تشخيص أي من الرموز الأساسية ورفضها بدقة، إذا كان بإمكان أداة المسح الضوئي الوصول إلى أكواد الأعطال والوحيد الذي تسترده من الوحدات الأخرى هو 0118، فحاول الوصول إلى وحدة التحكم في إضافات الوقود، إذا كان بإمكانك الوصول إلى الرموز من وحدة FACM، فإن كوديو 0118 إما متقطع أو رمز ذاكرة، إذا تعذر الوصول إلى الرموز الخاصة بوحدة FACM، فإن كوديو 0118 الذي تقوم بإعداده الوحدات الأخرى نشط، وتكون المشكلة موجودة الآن، الفشل الأكثر شيوعاً هو فقدان الطاقة أو التأريد لوحدة FACM، تحقق من جميع الصمامات التي تشغل وحدة FACM في هذه السيارة، تحقق من جميع أسباب FACM، حدد موقع نقاط توصيل الأرضي على السيارة وتأكد من أن هذه التوصيلات نظيفة وضيقة، إذا كان عليك ذلك، فقم بإزالتها وحصل على فرشات صغيرة من الأسلاك السائلة ومحلول صود الخبز، الماء ونظف كل واحدة، سواء الموصل أو مكان توصيله إذا تم إجراء أي الصلاحات، افقم بمصحر موزي مشوكل اللتشخيص من الذاكرة، وتحقق مما إذا كان رمزي 0118 يرجع أو إذا كنت قادراً على الاتصال بحدة FACM في حيرة عدم عوادي الرمز أو أعدت الاتصال، فمن المرجح أن تكون الأصمامات، الاتصالات هي مشكلتك، إذا عياد الرمز، افقم بتحديد موقع تسئلات اتصالات نئقل كان على سيارتك اللخاصة، والأهم من ذلك موصل وحدة FACM، افصل كبلة لبطاري السلبي قبل فصل المصل في وحدة لتحكم FACM، كمجرد تحديد المقاع، افحصاد الموصلات والوأسلاك بشكل ميرائين، ابحث عن الكشوت أو الفرق أو الإسلاك العاريتي أو حرق البقع أو البلاستيك المذاب، قم بفصل إلى موصلات عن بعضها وتفتيش الأطراف الطرفيتي، الأجزاء المعدني، بعناية دي إخال الموصلة، تحقّم ما إذا كانت تبدو محروق أو ذات لون أخذ ريش يرى إلى إلت أكل، أستخيم منظف تلامس كهربوني وفرشاتي بل يستينكي إذا كانت هناك حش تلت نظنيف إلى اطراف، دع يشفو وضع الشحوم الكهربئي حيث تتلومس الأطراف، قبل توصيل المصيلات مرت أخرا بوحدة FACM، قم بإجراء عدد قليين المني اختبارات الجهد، استحتاج إلى الوصول إلى مقياس الفولة الرقمي DVOM، تحقّم نوجود قوة أي رندي في وحدة FACM، أحصل على أمكاني الوصول إلى مخط أو لأسلاك وحدد أي أن تأتي القوى ولأسباب الرأي سيتو في وحدة FACM، أعد توصيل البطاري قبل المتابعة، مع أساة مرار فصل وحدة FACM، قم بتوصيل إلى سلك الأحمر المقياسي الف وتميتر الخواصبوك بكلم صدر بيزائد، قادو البطاري قادما إلى موصل وحدة FACM وارصاص الأسود المقياسي الف وتميتر الخواصبوك إلى إراضي جيدة، إذا لما تكن متأكدا، فإن البطاري السلبي تتعمل دائما، ترى قراءة لجهد الوطاري، تحقمنا لديك أسبابا جيدة أيضا، أربض الرصاص الأحمر المقياسة الف وتميتر بالوطاري تأل إيجابية بيزائد، وارصاص الأسود لك لدئر أرضية، مرأخرا، إجب أن ترى جهد البطاري عندك الاتصال، إذا لما يكن لأمر كذلك، افقم بأصلاح مشكل الطاق أو الدائر الأرضية، ابعد ذلك، تحقمنا دئرة الاتصال، حيث موقع كانسي زائد، أو دائر HSCA إن زائد، وكانسي، أو دائر HSCA إن، مع توصيل الرصاص الأسودي لجهازة لفولتميتر الخوسبوك بأرض جيت، قم بتوصيل إلى رصاص الأحمر باء كانسي زائد، مع مفتاح التشغيل، إيقاف المحرك، سترا حوالي 2.6 فولة وتقلبات طفيفتة، ابعد ذلك، قم بتوصيل سلك الفولتميتر الأحمر بدائرة كانسي، سترا 2.4 فولة تقريبا، والتذبذ بقليلا، تظهر الشركات المصنعة الأخرى كانسي، عند 0.5 فولة تقريبا، واتقلبا مفتاح تشغيل المحرك، تحق منامي وصفات أو لشرك المصنع الخصة بوك، إذا ميرت جميع الإخوط باراته لإيازال الاتصال غير ممكن، أو لم تتمكن منمس حرمز خطي 0118، فإن لشيء الوحياد المتبقي، الذي يمكن القيمباهي الطلب لمساعدة من طبيب تشيخي السيئرات مدربة، حيث يشير ذلك إلى فشل وحدي FACM، إجب برمجة معظمة وحدة FACM هذه أو معايرتها في السيار من أجل تركيبها بشكل صحيح، ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر